اهلا بكم تتسارع ابواب الازمة السياسية في تونس نحو مزيد من الانغلاق تلك الازمة التي انفجرت في الخامس والعشرين من يوليو العام الماضي على خلفية اوضاع اقتصادية صعبة فقمتها تدعيات وباء كرونا ليعلن الرئيس قيس سعيد اقالة رئيس الحكومة هشام لمشيشي وتعليق عمل مجلس نواب الشعب متذرعا بنص الفصل الثمانين من الدستور التونسي ومن رفض برلماني لقرارات الرئيس الى حركة احتجاجات شعبية معارضة ومؤيدة للرئيس الى حملة اعتقالات وإقالات ثم اتخاذ المزيد من التدابير الرئاسية الاستثنائية شملت حل المجلس الاعلى للقضاء وحل البرلمان وتعيين اعضاء جدد في لجنة الانتخابات المستقلة تدخل البلاد مرحلة ترسيخ حكم الفرد كما يقول معارض الرئيس المنتخب في ظل خلافه المحتدم مع البرلمان المنتخب ما الذي اصابت تجربة التونسية التي مثلت يوما نموذجا لتحول الديمقراطي السلمي في دول الربيع العربي ومن المسؤول عن هذه الحالة الضبابية المنذرة بالخطر وهل من جهود محلية او دولية لحل حالة الازمة للاجابة عن هذه التساؤلات وغيرها نحن على موعد اليوم مع رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس الشعب التونسي المنحل السيد راشد الغنوشي انفجرت الازمة السياسية في تونس الخامس والعشرين من يوليو باعلان الرئيس قيس سعي تعليق عمل البرلمان رفض رئيس البرلمان راشد الغنوشي قرارات الرئيس واصفا اياها بانها اعتداء على الديمقراطية في الثاني والعشرين من سبتمبر اصدر سعي تدابير استثنائية جديدة تعزز من صلاحيته ثم اعلن في الثالث عشر من ديسمبر خريطة طريق بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر المقبل نظمت حملة مواطنون ضد الانقلاب مظاهرة حاشدة في ذكر اندلاع الثورة مطالبة بالغاء الاجراءات الاستثنائية في الثالث عشر من فبراير اصدر سعيد مرسوما رئاسيا بحل المجلس الاعلى للقضاء وتشكيل مجلس مؤقت وفي الثلاثين من مارس عقد البرلمان المجمد جلسة عامة عن بعد واصدر قانونا بالغاء الاوامر والمرسيم الرئاسية ثم اصدر سعيد قرارا بحل البرلمان وفتح تحقيق ضد عدد من النواب بتهمة التأمر على امن الدولة رئيس حركة النهضة التونسية رئيس البرلمان التونسية المنحل الاستاذ راشد الغنوشي مرحبا بحضرتك لنبدأ من التطور الاحدث اهلا بكم اهلا بكم استاذنا الكريم والامر الرئاسي الاحدث للرئيس قيس سعيد بتشكيل هيئة جديدة مستقلة للانتخابات تتولى الاشراف على الاستفتاء على الدستور في يوليو المقبل وكذلك الانتخابات التي ضرب الرئيس لها موعدا في نهاية ديسمبر او منتصف ديسمبر القادم ما تعليقكم على هذه الخطوة وكيف ترونها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحييك وحيي مشاهدي قناة TRT السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا الاعلان ليس فيه جديد فهذه خطوة تابعت خطوات سابقة منذ الاعلان 25 سبع من شهر السابع من شهر يولو جويل الماضي والرئيس يفكك مؤسسات الدولة واحدة بعد واحدة يعني بعد أن جمد البرلمان ثم حله وحل الحكومة وجمد عبا الحل مجلس العالى القضاء تناول بعد ذلك المؤسسة الانتخابية هي الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات كما أنه لم يقبل استقلال المؤسسات الأخرى والسلطات الأخرى كذلك لم يقبل أن تكون هناك هيئة مستقلة للانتخابات ولبالك بمرسوم حل هذه المؤسسة وعاد تشكيلها على هواه نعم الرئيس ماض في إجراءاته وماض في قراراته وأوامره الرئاسية وأخرها تشكيل هذه اللجنة هل إذا ما أجري الاستفتاء على الدستور كما هو مقرر له في يوليو القادم أي بعد نحو شهرين من الآن ما موقفكم من المشاركة في هذا الاستفتاء وكذلك ما موقفكم من المشاركة في الانتخابات التي قال الرئيس بأنها ستجرى في ديسمبر القادم هذا الاستفتاء كان كالمشورة الإلكترونية التي قام بها الرئيس منذ مدة من درجة ضمن مشروع كامل اللي هو وضع يد السلطة ووضع الرئيسي يريد أن يضع يده على كل السلطات كما أن هناك مغرم بجمع التوابع فالرئيس مغرم بجمع السلطات في يده وهذا مناقض تماما لجوهر الديمقراطية ولجوهر الثورة ولجوهر الدستور القائم على مبدأ فصل السلطات وتوازنها ورقابة بعضها على بعض الرئيس لا يؤمن بهذا ومصمم على إرساء نظام جماهيري أو نظام لا يوجد له شبيه إلا كوريا الشمالية ربما في عصرنا هذا هل يعني ذلك أن حركة النهضة لن تشارك لن تشارك حركة النهضة في هذا الاستفتاء أو الانتخابات إذا ما أجريت إذا ظلت الأمور على ما هي عليه بطبيعة الحال المعارضة ليست تشارك ونحن نريد لموقفين أن يكون ضمن موقف موقف وطني جبهوي هو الآن بصدد التشكل هل هذا الشكل المعارض الذي يتشكل الآن كما أشرت حضرتك هل هو مختلف عن جبهة الخلاص التي ترأسها سيد أحمد نجيب الشابي أو سيكون ضمنها جبهة الخلاص مرحلة هي الآن تتحاور مع قوى معارضة أخرى من أجل الاندراج في جبهة واحدة الجميع سواء كان أخذت اسم جبهة الاخلاص أو الخلاص الوطني أو أي اسم نخلى عبرة بالأسماء الشعب التونسي يتجه اليوم إلى التكتل والتحرك في الشارع من أجل استعادة ثورته واستعادة دستوره والدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة الشعب ولذلك الثورة المضادة حسر مقابل أن الشعب يستعيد ثورته والآن التونسيون مستقطبون بين أنصار الانقلاب انقلاب 25 سبعة وبين أنصار الثورة وأنصار الدستور والديمقراطية إلى أي مدى الكفتان متساويتان أو غير متساويتان حضرتك أشرطي الآن إلى معسكر مؤيد للثورة معارض لقرارات الرئيس وهناك معسكر آخر مؤيد للرئيس خرجت مظاهرة الأحد الماضي رفعت شعارات لا حوار لا استفتاء لا انتخابات قبل المحاسبة حتى إلى أي مدى الكفتان متساويتان هذا الموضوع حسم مرات كثيرة القوى التي تدافع عن الثورة وتدافع عن الدستور وعن الديمقراطية هذه القوى تحركت أكثر من عشر مرات في الشوارع التونسية في العاصمة وخاري العاصمة وتحركت الفكرة المضادة والثورة المضادة تحركت في الشارع نفسها وبعض المظاهرات دعا إليها الرئيس بنفسه فلم تكن الاستجابة إلا عشرات أو مئات ولذلك مسألة العدد حسمت لصالح الثورة فهناك شارع واحد في الحقيقة هو شارع الثورة هو شارع الديمقراطية هو شارع الدستور الشعارات التي رفعتها المظاهرة المؤيدة للرئيس قيس سعيد وقراراته لا حوار لا استفتاء لا انتخابات قبل المحاسبة ما موقفكم من قضية المحاسبة لسيما أن هناك تصريحات لوزير الداخلية التونسي حول ضرورة محاكمة السياسيين هكذا قال هذا التصريح فضيحة في الحقيقة تصريح ليلة العيد التونسيون وما تدون كبقية المسلمين أن أيام العياد ليس أيام خصام ولكن الرئيس شن هجم في ليلة العيد اختار أن يحيي التونسيين بهذه التحية الثقيلة وأورد اللعات التي تذكر هنا بلعات الخرطوم في سنة سبعة وستين حيث الحكام العرب واجهوا مشروع الصلح مع اسرائيب باللعات الثلاث وكان الرئيس يضع شعبه في موطن العدو بينما ليلة العيد هي ليلة السماحة وليلة أخوة وليلة أرسال الأمل وراحة أما عن المحاسبات فنحن من أشد المدافعين عن استقلال القضاء وعدم التداخل الرئيس في كل ليلة تقريبا يضغط على وزيرة العدل ويضغط على وزيرة الداخلية شبيكوا ما حسبتهم شلتوا شبيكوا ما سجنتهم شلتوا شبيكوا ما شنقتهم شلتوا ضغطا على المؤسسة القضائية ولذلك لا غرابة في أن يعمد إلى حل المؤسسة القضائية بالمراسيم كما حل مؤسسات الدولة الأخرى وفكاكها فنحن لم تقدم بنا قضية حتى الآن إلا قضية عقد جلسة للبرلمان فوحلنا على قانون الإرهاب اللي فيه الاعدام ولكن نحن مناش خايفين من هذه العقوبات اللي لم توضع لنا وإنها موضعت لغيرنا نحن لسنا إرهابيين نحن مدافعون عن الديمقراطية مدافعون عن الدستور مدافعون عن الثورة ولذلك لم تقدم بنا قضية أخرى كلام كثير حول البحيري مثلا الأستاذ نوردين البحيري الذي نائب رئيس الحزب اختطفة لمدة سبعة وستين يوم وهم كانوا يرددون بأن البحيري يعني هو ثقب الأسود أو الصندوق الأسود للنهضة وأنه صاحب أموال كثيرة وبعد سبعة وستين وهم يقلبون الملفات لم يجدوا شيء واضطروا إلى أطلاق سراحي مثل ما يش نهضوا الآن مقدم إلى المحكمة بأي تهمة من التهمة سواء الإرهاب وإلى التسفير وإلى السرقة وهذا الذي يقلقهم أن صفحتنا بيضاء وعرضنا نظيف أستاذ راشد عند الحديث عند أي حوار بين القوى السياسية للخروج من هذه الأزمة دائما ما يتحدث الرئيس عن أنه لا حوار مع من وصفهم بأنه باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان في سوق النخاسة هكذا التعبير بالضبط كما قاله ودائما يتهم معارضيه بالخيانة والعمالة للخارج من يقصد الرئيس بتلك التهم ومن هو الطرف الذي يراد إقصاؤه من أي حوار وطني يمكن أن يقوم الرئيس يتخلى بهذا القموس يتخلى عن دوره كرئيس لتونس لأنه بحسب المادة 72 من الدستور الرئيس هو رمز وحدة البلد رمز وحدة الدولة فهو عامل توحيد بينما الرئيس دأب على تقسيم الشعب بين خائن وأمين مبين متأمر مبين وطني فهذا الخطاب لا يتقدم بتونس إلا نحو الحرب الأهلية لأن الحرب أولها الكلام مجرد ما تخون حد معنى ذلك أنك شنيت على الحرب ومعنى ذلك أنك عدمته من الناحية المعنوية ونحن نستفضع كثيرا هذا القموس ونخاطب التونسين على أنهم أبنى وطن واحد وأنهم يجتمعون على دستور ويجتمعون على قانون ويجتمعون على دولة ومهمة الرؤساء وخاصة رئيس الدولة هو توحيد صفة التونسين وليس تقسيمهم للأسف هل من حق الرئيس أن يصنف الأطراف المختلفة أو الناس في تونس أن هذا وطني هذا مخلص هذا خائن هذا كذا دون الرجوع إلى القضاء ودون إجراء تحقيقات لو كانت هناك اتهامات حقيقية لهؤلاء الأطراف بأنهم قاموا بأعمال ترقى إلى الخيانة أو ما إلى ذلك؟ الرئيس ما عنده الثقة في القضاء وما عنده الثقة في أي مؤسسة من وسط الدولة ما عنده الثقة إلا في نفسه لو كان عنده الثقة في القضاء ما كانش يستبق ويحكم على الناس بالخيانة ويحكم على الناس بالإجرام وإنما يكلهم إلى المؤسسة القضائية وينتظر فالناس في الأصل أبرياح حتى تثبت إيدانتهم ونحن لم تثبت إيدانا ضدنا وإنما يرادوا إخراجنا من الحياة السياسية لأن الرئيس في الحقيقة لا يؤمن بالتعددية السياسية ولا بالدولة الديمقراطية ولا باستقلال المؤسسات ولا بفصل السلطات لا يؤمن بشيء من ذلك عنده مشروع جماهيري عنده مشروع يسمى البناء القائدي يريد مصمم على فرضه على التوانسة بينما التوانسة لا يعيشوش المشكلة هذا الآن لا يعيشوش مشكلة النظام السياسي اللي هو قابل للإصلاح وإنما يعيشونا مشكلة اقتصاد اجتماعي أن تونس مهددة بالمجاعة على سمح الله وأنه لأول مرة في تاريخ تونس الحديث مواد غذائية أساسية تفقد كالصميد كالعجين والزيت والسكر وما إلى ذلك والمقارونة فعيض بأن الرئيس يصب باهتمامه واهتمام النخبة التونسية حول هذا الموضوع الحارق يصنف التوانسة إلى خائن وأمين وإلى الناس يتأمرون في الظلام وحشرات وسكارة وما إلى ذلك هذا معنى ذلك أن البلاد ماشى في طريق خاطئ ومعظم التوانسة الآن نشغلون بهذا يعتبرون أن الرئيس يخد البلاد في طريق خاطئ في طريق السقوط ولكن تونس مش بش تسقط تونس مر بمرحل التحول الديمقراطي صعب والتحولات الديمقراطية في التاريخ لا تمشيش في طريق صاعد دائما وإنما تصعد وتنزل نحن في مطب نزول ولكن سرعان ما تنهى في تونس إن شاء الله وتعود إلى خطها الديمقراطي وإلى ثورتها المباركة وهنا أستاذ راشد يريد أن أسأل عن السابق اللي يتصور بأن عشر سنوات من الثورة وقع شطبها مواهم لأن هذه تركت آثارا هذه العشر سنوات من الحرية رغم ما فيها من أخطاء وما فيها من تخبطات ولكن التوان ستذوق ولعشر سنوات تذوق طعم الحرية جيل كامل عاش في الحرية مجساهل أن يعود إلى الظلام وأن يعود إلى ما قبل الثورة ولذلك تونس محتفظة ومعتزة بثورتها بدستورها وهي عائدة إليه إن شاء الله وإنما هي حالة بين قوسين مرحلة بين قوسين سنمر إن شاء الله ونعود إلى ديمقراطيتنا إن شاء الله ما السبب في هذه المرحلة بين قوسين كما وصفت حضرتك أو وصفتها بالمطب يعني تونس كانت توصف بأنها نموذج متفرد بين دول الربيع العربي التي هي الوحيدة تقريبا التي نجت من الثورات المضادة ومضت في طريق التحول الديمقراطي إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن ما الأسباب في ذلك ومن يتحمل مسؤولية إيصال الأمور إلى ما هي عليه الآن في الحقيقة بقية الحرية التي نعيشها هي أثر من أثار الثورة ومن ذلك فكرة سلطة القانون ودولة القانون هذه ترسقت إلى حد ما في مؤسسة تونس ومنها المؤسسة القضاية ومنها مؤسسة الأمن أيضا البارحة فقط هناك بيان صدر عن نقبات أمنية تؤكد بأن المؤسسة الأمنية حيادية تجاه صراعات السياسية وهذا نعتز به نحن فمؤسسة الأمن والجيش والإدارة والصحافة والقضاء وكل مؤسسة الدولة نالها قدر من الحياد نالها قدر من بركات الثورة من قيمة الحرية والحياد زاء الصراعات السياسية لكن ربما لذلك أما كونه ماذا وصلنا هذا لماذا وصلنا هذا بطبيعة الحالة قلت أنا طبايا على الأمور هكذا أن التحولات الديمقراطية لا تمشيش في خط صاعد لأن هناك قوة مضادة تجذب للوراء وهناك تدفع إلى الأمام وبين الصعود والنزول في النهاية تنتصر الثورات إن شاء الله وحتى بقيت الثورات العربية كلها ستنتصر بإذن الله حضرتك قلت بأن قوات الأمن والجيش هي في موقف محايد لكن البعض يرى غير ذلك يرى بأنها هي التي تحمي قرارات الرئيس من الذي أغلق البرلمان أمام نوابه أليست قوات الأمن فكيف تعلق على هذه النقطة نحن نقدر أن هذه المسالك مسالك استثنائية وليست هي الطبيعة هذه المؤسسات هي مؤسسة بالدستور حيادية يفرض الدستور حيادتها وأيضا تجربة الثورة عشر سنوات تركت آثارا فيها والخط العام لهذه المؤسسات الإدارة والجيش والشرطة والصحافة والقضاء وكل هذه المؤسسات أصابها قدر غير قليل من فكرة الحياد توجه الصراعات السياسية ولذلك نقدر بأن لا يمكن لهذه القواء عندما يبدو خط واضع خط العودة للثورة والعودة إلى الحرية عندما تمتلوا الشوارع عندما يعبر الشعب بتعبير أوسع مما هو عليه الآن هذه المؤسسات كلها ستلتزم بالدستور وتلتزم بالحياد إن شاء الله هناك أيضا طرف كان له دور محوري ورئيسي في أزمات سابقة أتحدث عن الاتحاد العام التونسي للشغل والذي كان له دور في الخروج من الأزمة السياسية في 2013 كيف تقيمون دور لاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المرحلة وهل يمكن أن يقوم بنفس الدور في هذه الحال موقفه يتطور تطورا نجابيا فتصريح سيد الكاتب العام للنقابة سيد نور الدين طبوبي أكد في آخر تصريحاته بأنه يرفض حل الأحزاب ويرفض الدخول لهذه الاستشارة ويطالب مثلنا يطالب وليس أول مرة يطالب بهذا يطالب بحوار وطني لا يقصي أحدا هذا الذي يرفضه الرئيس حتى الآن ويستعيد عنه باستشارات إلكترونية لم يلتفت إليها احتقرها الشعب ولم يلتفت إليها إلا 5% في أحسن الحالات معنا ذلك 95% من التونسي لم يأخذوا مأخذ جد هذه فكرة النظام القاعد والاستشارة الإلكترونية لم يأخذوا مأخذ جد ويطالبون بالعودة كما ذكر الاتحاد إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدا ينتج توافقات حول الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات السياسية نمضي بها إلى البرلمان ليعطيها الشرعية ولذلك مطلب السيد نجيب الشابي في خلاص الوطني جبهة الخلاص الوطني إلى حكومة إنقاذ تأخذ شرعيتها من المؤسسة البرلمانية دعوة صحيحة ولا مناصة منها هل يفهم من ذلك أنكم تريدون العودة إلى ما قبل قرارات الرئيس وكل هذه الإجراءات التي اتخذها الرئيس من حل البرلمان من تغيير للحكومة من حل المجلس الأعلى للقضاء كل هذه الإجراءات تريدون العودة إلى ما كان قبلها أو أننا الآن بصدد ظرف جديد أمر واقع جديد يمكنكم أن تتعاملوا معه تاريخ ما لا يعود إلى الوراء نحن المشكلة أن الرئيس يطالب بالعودة إلى وراء الوراء يطالب بالعودة إلى ما قبل الثورة ولذلك هو مؤجب بدستور 59 اللي هو قائم على الحكم الفردي وبينما نحن نطالب لأن ما قبل 25 سبعة ما كان الجنة على وجه الأرض ما كانش الجنم على وجه الأرض إنه ما كان كنا في مرحلة انتقال ديمقراطي صعبة محاطين بكثير من الأنظمة لا ليست مساعدة وإنما هي تمثل نموذج آخر ظلت تونس وحدها بعد الانقلاب الفضيع اللي يقع في مصر ظلت تونس في حالة الدفاع بلد صغير محاط بمناخ عربي ليس ملائما ولذلك شيء طبيعي أن تنتعش الثورة المضاد وأخرج هذه الثورة المضاد يعني أنتجت في الأخير الشعبوية بقيادة الرئيس قيس للأسف في أزمات سابقة أستاذ راشد كان هناك تواصل مباشر بين حضرتك أو حوار دعنا نسميه وبين مثلا الرئيس الراحل البجر قائد السبسي هل مثل هذا التواصل موجود الآن بينك وبين الرئيس قيس سعيد أو أنه منقطع هو منقطع من جهة الرئيس لكنكم منفتحون الرئيس بخطابه العام كأنه يدرجون كأنه يدرجون في خانة العدو هل هناك أي محاولات للأسف للوساطة سواء كانت محلية أو حتى دولية من أجل تقريب وجهات النظر بينكم وبين الرئيس قيس سعيد نحن ندعونا ولا نزل ونزل إلى حوار الوطني لا يقصي أحدا أن الرئيس هو الذي يرفض الحوار للأسف لو استمر الرئيس على موقفه هذا وحتى عندما يريده وحتى عندما قبل مبدأ الحوار أصر على أن يحاور أصحابه ومن هم على شاكلته ومن هم على رأيه وبالتالي والناس يتحاورون ليس مع من يشبيههم وإنما يتحاورون مع من يخالفهم نعم نعم لو استمر الرئيس على موقفه وأصر على عدم الحوار معكم وأصر على إجراءاته ما هي خياراتكم للتعامل مع أمر كهذا أو وضع كهذا يا رأي تونس نحن متجون إلى الشعب هذا الشعب هو الذي صنع الثورة وهو الذي يحافظ عليها بإذن الله الرئيس تونس ينبغي أن لا ننسى أبدا بأنه حصلت فيها لا ننسى أبدا بأن تونس حصلت فيها ثورة حقيقية بمعنى تغيير حقيقي في القلوب وفي العقول مجساها لأنه أوامر الرئيس أو مراسمه تشتب عليها وتقول ما كان هذا كله عبث وليس شيء من هذا هذا وهم وهم أن يتصور بأن عشر سنوات من الثورة ذهبت هباء منثورة وعدنا إلى نظام جماهيري يعني فيه بدلت الحرية وتوزع السلطات تنحصر السلطة كلها في يد واحدة مهما من أجل ذلك ثارت تونسيون وقدموا التضحيات والشهداء عبر تاريخهم الطويل تونس معرفت بأنها أهم أهم فكرة فيها هي فكرة الدستور قامت الحركة الوطنية كلها على قيمة الدستور نحن أول بلد عربي وإسلامي صنع دستورا يقيد الحاكم الآن النموذج لقوده الرئيس سعيد هو أعلى الضد من كل الدستور التي أعرفها تاريخ تونس لأنها قايمة على فكرة الرجل الواحد الذي لا يقيده قانون والفصل الأمر 117 ومعناه معناه معناه أنه ربكم الأعلى معناه أنه سلطي فوق كل دستور وفوق كل قانون واتفاقية دولية هذا ليس هكذا توساس الأمور ومش مش تمشي هذه مش مش عندها شعب التونسي وهنا البعض يرى بأن التعويل على الشعب في هذه المرحلة يمكن أن لا يفيد كثيرا لأن الشعب ثار في البداية من أجل ظروف اقتصادية صعبة وكذلك أيد من أيد الرئيس قيس سعيد في بداية قراراته في 25 من يوليو الماضي بسبب نفس الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها طيلة العشر سنوات الماضية والتي لا تزال مستمرة حتى الآن ما رأيك؟ نحن معناش بعد ربي سبحانه وتعالى معناش إلى الشعب التونسي أن نفيقة كاملة في شعبنا أنه هو اللي يصنع الثورة هو الذي سيستعيدها إن شاء الله ويستعيد مؤسساتها ويكفيك أخي الكريم أن تنظر إلى الاتجاه وينماشي التاريخ 25 سبعة من السنة الماضية كنا وحدنا تقريبا من الساعة الأولى كنا هذا انقلاب وسن وقاومه بالوسائل السلمية وحصلت ضجة والزغريت وتطبيل ولكن اليوم من الذي بقي مع الرئيس؟ يعني كيانات لا نعرفها وكل وحتى وتملصوا من هذا الالتزام اليوم الشعب التونسي يجتمع أكثر نخبي تتجه نحو العودة إلى الثورة والعودة إلى مش العودة إلى ما قبل 25 العودة إلى الدستور والعودة إلى الثورة والعودة إلى الحرية وأن مصير البلاد لا يحدده شخص مهما كانت عبقريته في نهاية هذه الحلقة أشكرك جزيلا رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي المنحل الأستاذ راشد الغنوشي شكرا جزيلا لك شكرا لكم كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وحتى يجمعنا لقاء جديد هذه تحياتي وتحيات فريق العمل بالبرنامج وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة